موسيقى الدارسين والأكل التالندية طبعاً أكيد الربط هنا أنه دائماً في الوصفات التالندية نشوف الدارسين طبعاً الدارسين يكون من أشياء المهمة اللي لازم تكون موجودة خاصةً مع الطبخات التالندية، هندية، باكستانية وأيضاً مطابخنا موسيقى 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 حياكم الله مشاهدي ومتابعي برنامجة الفعافي اللي هذا اليوم رح يكون في عندي دجاج تاي على طريقة تايلندية لكن بالكاري وأيضاً البطاطا البطاطا اللي خليتها على النار حتى أسلقها نص سلقة أو ممكن يكون في قدك سلقة كاملة لكن البطاطا اللي استخدمتها هي بطاطا بيضة البطاطا البيضة طبعاً تكون قشرها خشن الملمس هذه تكون خاصة في السلق يعني نسلقها طبعاً أكيد المقادير اللي عمل دجاج تاي لهذا اليوم اللي رح يكون بالكاري وأيضاً رح نسوي لأصالصة حلوة على طريقة تايلندية طبعاً وبالدارسين أكيد المقادير رح تكون تكون من دجاج صدور دجاج مقاطعة مكعبات رح نغلفها مع جوز الهند تقريباً كوب وصل واحد حبة ثوم واحد فص سكر بالإضافة إلى مجموعة حلوة من البهارات اللي بيها الكاري بابريكا مرق وأيضاً رح يكون في عندي الفلفل الأسود لكن الشغلة المهمة بهذه الأكلة أنه شون أقدر أتبل آني الدجاج تاي أو تشيكين تاي بطريقة بسيطة جداً حتى يكون في عندي المطبخ التايلندية طبعاً العلم مطبخ التايلندية يعتبر من مطابخ العريقة مليانة آي تيمات تخبل مليانة أكل فالأكلات مالتها مو كل شيء يوالمنا طبعاً لكن أنا من قرية الوصفة هذه شفت بيها الدارسين ممكن أضيف الدارسين العود ممكن أضيف الناعم وأيضاً شفت تركيبة البهارات اللي بيه رح أبلش أضيف البهارات مع بعضهم البعض وأضيف هناك شوية الثوم وأسوي هذا الصوس شوفوا هذا الصوس مهم رح أبلش أخلي له حليب جوز الهند بعدما أضفت هذه المقادير كلها شراح أخلي نانا رح أخلي سكر أنا آسف أن أقولكم الموضوع بي شكر يعني فهذا بس ضروري يعني رح أضيف هناك شوية الشكر من أخلي الشكر أخلي ملح شراح يصير رح يصير حلو حلو مالح رح أضيف هناك شوية الملح خلص هاد أسوي نانا التخميرة هذه هذه تخميرة الدجاج مو أي دجاج هنا رح يكون عندنا دجاج تاي أسوي أخلط المكونات هذه بعدين أجيبها للدجاج وأخلي بهذا الصوس هي سلم سلم بعدما خليتها بهذا الصوس رح أنقعها ممكن ساعة وحدة ممكن ساعتين اثنين وإذا أردتوا يعني حتى تختصرون الموضوع يعني على السريع لازم نطبقها بالصوس ماتة لازم نطبقها بالصلصة ماتة اللي راح أسوي هنا راح أجيب البوتيتا بعد ما نسلقت تقريبا نص ستاو نأخذ هنا تقريبا خاشوقة أو خاشوكتين من الدهن ممكننا استخدم خاشوقة واحدة خاشوقة واحدة حتى لا يطلع عندي كل شوية الدجاج من أهم الشغلات اللي بيه أنه ما يكون يابس لأنه تستخدم كمية قليلة من الدهن هنا نحن دايركت اشتغلنا لا نقعنا لا خمرنا أكيد رح يكون يابس لكن إذا ردت التسوي يكون طري ما يابس وخاصة صدور الدجاج لازم تنقع تنقع بحليب تنقع باللبن تنقع عفوا بحليب جوز هند تمام لازم ضروري هذا الموضوع ورا يطلع عندك لوز مو دجاج لوز موضوع الشكر والله أنا عاسف أعتذر المطبخ التايلندي يقول لازم نخلي شكر هذا الداثين راح أخليه هنا وأخليلي بصل هذا لا ممكن أن أحمسهم مع بعضهم البعض يا سألة اليوم راح يكون موضوع الحلقة أو موضوع النصيحة اليوم بالنهاية راح نحكي عن فوائد الدارسين زين غير الفوائد الدارسين هنا العطرية اللي ممكن أحافظ على عواد الدارسين نحكي عن فوائد الدارسين لانه نقدر نقول انه نقدر نحافظ عليه فترات أطول لانه نحكي عن فوائد الدارسين نحكي عن فوائد الدارسين لكن شلون أقدر أحافظ على العطرية اللي تكون موجودة باعواد الدارسيني اليوم راح أعطيكم هذا النصيحة الحلوة الخفيفة لكن ايش وقت في نهاية الحلقة طبعا يلا نبلش هنا عندك هنا البوتيتة البوتيتة سلقتها قبل ما أبلش أصور بلشت سلقتها بس خلت أجيب لها المص في هما تشاييكها شوي يعني أنا لا سلقتها سلقة كاملة تقريبا نص سلقة يلا مبين ما نحمس هنا خلي البطاطا وعلى البطاطس يعين البطاطس مهم البوتيتة أنه همينات نحمسها شوي أنسى الطريقة حتى تقلون بوتيتة تكون كل شي طيبة ما تكون طريقة ما تكون تصص الزيتة هواية سلقوها بالبداية بس سلقوها بالبداية صدقني راح تكون خرافية ورا ما أضيف هذه المكونات كلها مع بعض البعض أقلبهم سويا بها الطريقة هذي أترك شوية تنشف البطاطا حتى بعدين أوزع الدجال شوفوا الدجال جناه نقعت يا سلام فول الفول فول الفول فول الفول يا عيني وحابلش أخلي قطع الدجاج على البوتيتة بهالطريقة هذي نقليهم بهالطريقة هذي ما خلي كل شوية صوص صوصة مو كل شوية راح أخليها خلي شوية صوصة بس شوية خلي نخليها هنا على النار وأحمسهم حمسة وحدة نكة الكاري والبطاطا ذاكي سميت هنا راح يكون في نكة الكاري وتكون في نكة البطاطا شوية أقلبهم مع بعضهم البعض بهالطريقة هاي خلص أتركها على النار نتركها على النار شوية يتغير اللون ماتي الدجاج وممكن أن أخليها شوية أيضاً للمعدلات إذا أريدت آخر شي فخلي شيل الأشياء والحب أشكلات ونظافة سريعة حتى أرجع للطبخة ماتي تركها شوية مع الدارسين طبعاً المهم جداً مع عود الدارسين مهم نكة الدارسين نكة قوية فلازم تعرف شلون تحافظ على هاي النكة وما تتأثر بالنكات الباقية شوفوا هنا شون بلا شو الدجاج يتغير لونه هادش قد أقدر أخليه خلي ممكن عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة بس يتغير شكل الدجاج داركت أقدر أنه أقدمها شوفوا هنا شوية شوية البصل ها نحمصه تمام وشوية شوية خلي صوص شوية شوية خلي صلصة شوفوا الصلصة هادي اللي هي صلصة التاي اللي يحب يخليلها شوية من الكاري بعد زايدون ممكن كمية الكاري ممكن خلهم بعد كمية الكاري أكثر أو ممكن يتركها مثل ما هي راح تركها على النار لمدة خمسة عشر دقيقة تقريباً خمسة عشر دقيقة كلش حلوين شوفوا هذا الصوص مهم بهذا الطبخة حتى تكون عندك تمام يلا خلي نجهل صحن التقديم من بينما تنطبخ التاي التالندية تاي تخبل نكهة لذيذة طعام خرافي وشيخلي هنا بالقارنش ممكن نخلي شوية من الشبنت هلي بهذا الشكل أجيب علي شوية طماطة سوي تقريباً مثل عش وأجيب هنا شوية من الكراث بس شنو سويت لهذا الكراث قليته طبعاً هذة الأشياء أيضاً تكون الأشياء اللي على حسب الرغبة هنا نخلي هذي بهذا الشكل زين عيني خليلي 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 نوص ليمونة نوص ليمونة أوربع ليمونة من بما ينطبخ الأتاي مثل ما قلت تقريباً نتركه 15 دقيقة حلوين حلوين 15 دقيقة أخلي أيضاً شوية من الليمون هنا وأخلي شوية ليمون هنا كل عندك بهذا الشكل صحاً أيضاً جاهز أوروح نشوف الأتاي شوفوا شوان بلش اللون ما لا يتغير تعليمي كالوزني شوفوا اللون الصوس مغلفة كله تغليفة حلوة تغليفة جميلة تمام البطياتة تنطبخ صح تمام شوف أبلش أقلبها حتى هي الصوس حتى تكون عندك تمام هنا يلا من بينما أتركها لحد ما تنطبخ نتركها تقريباً العشر دقائق بزايد تقريباً 15 دقيقة أكيد أنا مجهز وحدة على حد مستغلها فنطلع فاصل ونرجع أكيد مع باقي المكونات وأيضاً باقي الطبخات الريحة خرافية طبعاً السبب هنا لوجود الدارسين العودة الدارسين اللي حتشت عنه في بداية الحلقة جوز البعض منكم يقول يعني هو دارسين هو مدرأ إيش لا بالأتائي هنا الدارسين كان جداً التفاته مهمة صراحة أول شيطة طعم نكهة حتى الصوس يبلش يكون ثخين البعض منكم يقول أيضاً نحن مثلاً مو من نحبين أو ما نحب هنانا حليب جوز الهند فممكن نستبدله ممكن تستبدله لكن ما تطلع لك بهال الصلصة تكون ثخينة بهالطريقة هذي إذا ما تخلي حليب جوز الهند أما إذا عربت تطلع عنه الصلصة ثخينة لازم تخليه طحين يكون تقريباً نسويها تقريباً مثل الرو الدارسين راجعي لها حتى تعرفون أين خليتها خليتها بكاسة رح أبلش أصبها بهذا الشكل بالصوس مالتها بحب أشكلاتها يا السلام يا السلام شوف 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 هذا الصوس اللي هو الصوس الأتاي خلي هذي البتيتات الحلوات خلي هذي هنا ويكون عندك الطبق خرافي بهذا الشكل بل صلصة ماتة الخرافية و 1550 عافع شخلي عليها خلي عليها الدارسين نفسي يكون عندك بهذا الشكل وكل وكل يا بعد قلبي قلبك وكل ودعيلي الأتاي يكون عندك جاهز ومجهز نشيله نانا نخلي لأنه رح نبلش نشتغل بطبخة مهمة جداً تعال يمي تعال حتى تقدر تأخذ على راحتك كل وزني كلش على راحتك أشيل هذين لحب أشكلات من يمك حتى تأخذ هنانا الطبق عندك طبخة ثانية لهذا اليوم رح تكون لأطباق أيضاً لذيذة جداً اليوم رح أسوي ساندويتشات رح أحتاجها لهاي الطاوة هذه الطاوة بيها مونة خرافية بيها نكهة الأتاي هنانا رح أخليلها عندك طاوة وعندك جدر تمام لكن هنا أنا أحتاجها لهذا الموضوع أحتاج هذه النغمة لتكون موجودة بهذا الأكل حتى أحمس بيها شنو حتى أحمس بيها الخضروات طبعاً أكيد المقادير ستكون بسيطة لعمل هذا النوع من التوست توست عادي أجيب التوست عادي مع الجبن لكن الحلوبي الخضار الخضار اللي عندي هنا رح تكون متكون من بصل جزر وبوتيتة وعند بهارات وعند فاصولة خضرة وأحتاج المونة اللي عندي هنا بقات شوية من نكهة الأتاي هنا حتى نربط هذا الطبق بهذا الطبق ويكون عندك الموضوع خرافي شوفوا لهذا الموضوع أخليل شوية مي حتى يصير عندك هنا مثل الصوص صارت عندك مثل الصوص الخفيف بهذا الصوص رح تركه لحد ما شوية ينشف حتى أبلش أخليل الخضار شوف شوف ينشف هذا الصوصة مهمة يلا نترك الصوصة هذي نجي نحمس رح يكون عندك بصل خاشوقة خاشوكتين خطفة أولى من زيت الزيتون هاي وحدة ثنين ثلاثة يلا حلوين حلوين رح أبلش أخذ البصل هنانا دايركت رح أخلي علي بهارات أي نوع بهار ممكن تستخدمون يعني هنا أي نوع بهارات ممكن نستخدم بعد ما يكون عندك هذا الموضوع ساخن خليل البصل أحمسه كل زين هنانا الخضار رح أخلي فاصولة خضرة على الصوص هذا رح أخلي نانا شنو رح أخلي نانا بوتيتا و جزر بوتيتا و جزر وأيضا رح يكون عندك فاصولة خضرة بعد ما ضفتهم هنا سوية رح أقلبهم شوية خليهم يتنقعون بهذا السلسة هذه السلسة رح تكون موجودة سلسة الأتاء رح تكون مثل ما ذكرنا تكون موجودة هنا بهذا الأكل هذه حمسة مع البهارات حمسة حمسة زينة خفيفة بصل بصل وبهارات ملح 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 يعيني ملح وملحني يعيني ملحني مرة سأخلي على البصل ملح سأخلي على الخضروات شوية مو كل شي هوية ملح آية كلش تمام كلش تمام كلش تمام قلبني يا عيني قلبني الخضار تتقلب تمام وتشبع بالمي ممكن السعوف هذا الموضوع نخلينا شوي زي زيتون خلينا مي تمام ونخلينا شوي تبهارات والنقاح لكن الصوص الأتاء هذي تطعم كلش طيب نرجح نانا رح يكون عندك البصل حمسة كل الزين نانا هم أكون أغمة حلوة دائما البصل مع البهارات ما رح يقسب كلش هواية بس يطيني طراوة يعني ما يكون كلش هواية مستوى مقسب يطيني طراوة وهي الطراوة تكون مهمة ينشف الصوص حتى أبلش بها ناخذ صندويتشات عادية يعني رح نخلي لها صلصة اللي هي صلصة المايونيزا ممكن أو ممكن نخلي صلصة فرنسية أو ممكن نخلي الرانش بالصوص الرانش رح تكون خرافية بالطعم ما رح أسوي سأجيب البصل لأن البصل ستوى فخلي البصل بالبداية خلي البصل يأس سلام بعدين أخذ التوس تخلي واحد هنا وجايت شوفوا هنا الموضوع شوئي ينشف الصوص يأس سلام مزيئ نصارت شوئي بعد ينشف هنا رح أخرط البصل بالبداية شوئي خدت نشف بعد هنا رح أقل الخبز محمص شوئي شوئي حمص ومو كل شوئي أيضا يعني حتتكون تمام رح أجيب جبن أي نوع جبن ممكن تستخدم خليه من هات جهة نخلي الجبن بهذا الشكل و أترك شوئي أي نوع جبن موزرلة شيدر كيف كيف كم نانا نشفت الصلصة شوئي بعد راد لها شوئي بعد تنشف حتي تنطبخ خاف أنه مطبخ نص طبخ فاصول يلوج جزر حتي ينطبخ بالكامل تنطبخ صب هنا هنانا صب عندك تمام بعد ما صبيت هنانا شو راح أخلي لها الصلصة خلي السوس بهذا الشكل هناك راح أخلي زيت الزيتون ليش خلي زيت الزيتون راح أجيب التوست وأخلي هاي وحده هنا وأخلي هاي وحده هنا نشوف هذي شون صارت تخبل صارت تخبل خلي هذي بهذا الشكل خلي وحده تلوخ هناك ونخلي عليها جبن خلي عليها جبن هيج يلا نترك هنانا بينما تقسب هذي شخلي تسأ خلي الصلصة وراء ما خلي الصلصة راح أخلط المكونات هذي كل مع بعض البعض بهذا الطريقة هذي يا السلام خرافية هذي ملعف وتحرقوهن قلبوهن بعد شوية رادله ناخذ هذي ثانية نشيك يا السلام خلي هذي بهذا الشكل أجيب الصوص اللي هي عبارة عن خضروات طبعا أخليها بهذا الشكل ناخذ هذي نفس الموضوع لتشوفون هنا طريقة كلش بسيطة حتى تسوي هاي السندوشات هاي السندوشات كلش طيبة كلش طيبة بس اش راح أسوي هنا راح أجيب هذي أخليها بهذا الشكل أجيب هذي الثانية أخليها بهذا الشكل أجيب بعد وحده هم أخليها يابه أجيب بعد وحده هنا هم أخلي الصوص بس بدون أي شي ثاني يعني بدون جبن تكون طبقة بجبن تكون طبقة بدون جبن هم أخليه بهذا الشكل أخليها أيضا بهذا الشكل بعد شوي الصوص اللي بيها منه وبي يعني هذي شكرا قزيلا نجي هنا نشوف نشيك قلبها شوي بعد والله بعد شوي رادل يلا تمام صارت هسا يعني بعد شوي رادلها تكسيبة خفيفة حتى بعدين أقدر أقدمها يلا نخلي نشي الأشياء اللي بعد ما نحتاجها ونجهز أيضا الصحن صحن التقديم شو تخلو لها خلو لها يعني الأشياء اللي تكون سهلة وتوالم كقارنش ممكن تخلون جزار ليمون حلو تخلون يعني كم شغلة حلوة خلنشوف والله حسو صارت تمام خليها بهذا الشكل ناخذ اللخ نفس الشي خليها أيضا بهذا الشكل شوي أكبسة كبسة تمام صارت عندك جازة شو حسوي هنا دائما بالصالصات بالصالصات يعني بالتوست شوف شون تخبل نقطعها من الوسط شوف شلونها مع الجبن مع الصوس شوف 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 صفطوها وخلوها وبعدين نقارنشوها الجبن رح يطيها طعم هناك كلش طيبة اثنين الصوس هم رح يطيها طعم وانك كلش طيبين شوف شلون يا سلام سهلة وبسيطة وسريعة والأهم من هذا كل ان تكون كلش طيبة يعني الشغلة المهمة ان تكون كلش طيبة طبعا اكيد رح ازينها رح اخذ شوية جزر ممكن تخلون شوية بطاطا نخلي شوية ليمون حاموض بالأطراف نخلي ليمونة هنا تمام نقدر نخلي الباقي طماطة نخلي طماطة هنا نخلي طماطة هنا ونخلي طماطة هنا هذي ناخذها شوية من هنا وتكون عندك بهذا الشكل طبق ساندويشات لذيذ جدا بعدها يكون عندك الطبق جاهز نخلي هنا ونبلش بالحلويات المقادير اللي رح تكون متكونة من اول مادة هنا بس احتاج الى عجينة بقلاوة احتاج الى قشطة وشوية شيرة تمام اكيد مع الدهن وصينية تدخل الفرن رح نبلش بهذا الاكلة طبعا هنا لكن قبل كل شي خلي نقول للمقادير المقادير يعاني رح تكون متكونة من اول مادة هنا عندي عجينة بقلاوة شغلة بسيطة اول شي جيبوني القشطة نخلي لها شينو نخلي لها شوية شكر او ممكن نخلي شوية شيرة حتى تكون اسرع طبعا اكيد هنا يتخلى لها مكونات تكون بسيطة اول شي رح أخلي قشطة نترسها قشطة واخلي شوية شيرة او ممكن نخلي عسل بالعسل ايضا تكون طيبة لذيذة جدا بس خلي شيل هذي هم هتصل عندي هوسة وبعدين نبلش نخلطهم سوية بهذا الشكل جهزة هذا هذي الحشوة هنا انا رح اضيف دهن واخلي دهن هنا وينها الطاوة هذي جدرية خلي بيها شوية دهن واتركها لحد ما يسيح يعني شون دكنا ما دنسوي زنود الست نفس الطريقة هذي نفس الشي ناخذ هذولة ونسخنها درجة حرارة تكون معتدلة حتى لا تكون كل الشي حتى خاف انه ما لاحق وانا احترقت يعني تحترق فخليها بهذا الشكل كلش تمام واي 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 كلش هواي كلش هواي خلدون ويجي تمام يالله نبلش نكمل الصحن ونجيب العجينة من البقلاوة جاهزة تمام حتى لا تتعبون عجينة البقلاوة طبعا يرادلها شغل فنجيب واحدة جاهزة حتى لا نتعب ونقطعها مكعبات وبعدين نحشيها وبعدين نخليها بالصينية ونشويها بالفرن ناخذ العجينة هذه عجينة بقلاوة بعد ما اخذ هذه العجينة نعملها شكل يكون مربع حتى ناخذها بهذا الشكل اقطعها بهذه الصورة هذه ما احتاجها ونغطيها طبعا ناخذ هذه القروب الجميل هذا ما احتاجها ها شوية لك ناشوف شون عجينة هنا قطعها هذه بهذا الشكل ناخذ حاجة حاجة خليهم ذولة بهذا الصورة ونبلش طبعا هنا نتاخذ من وحدة خلي عليها وحدة لخ بهذا الشكل تمام ونخلي عليها شوية دهن مو كل شوية مهم هذا الموضوع حتى تطلع عندك تمام ناخذ هذا الموضوع هنا نضيفه شوية نخلطهم سوية مع بعضهم شو محدة انا خليت خليت تقريبا ما خليته هوية يعني خليت اسم شو حسوي رح اغلقها بهذا الشكل فتقطعتين اثنين باقلاوة وبعدين الفها بهذا الصورة تشوفون شلون الفها بهذا الشكل طبعا عندي الصينية تدخل فرن خالان ورق زبدة وخليت دهن ليش مو لانه حتى لا تلزق عجينة الباقلاوة تحب دهن هوية كل شو تحب دهن هوية عجينة الباقلاوة لو عجينة ثانية كان لا قللت الكمية خلي هذي الكمية زينا ندهنها بالكامل ونبلش ونصفط ونخلي يلا ناخذ شم وعدهم هاي وحدة نخلي هاي هنا ناخذ هذي الثانية هنا ونسويها حتى نسوي كمية حتى نسوي كمية زينا شفتوا واحدة نشقت خلونوا واحدة في وقعها تمام نجوبوا هذي 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 هم تمام نجي نخلي كل وزني كل وزني اغاتي كل وزني اليوم راح نسوي طبخ خراف شوية دهن شوية دهن شوية دهن شوية دهن هنانا وراش اسوي هنا مسحة خفيفة مسحة خفيفة حتى يتوزع الدهن صح بعدين اجي اخذ عسل وقشطة شكر وقشطة حسب الرغبة خلي هنانا القطع خلي هنانا القطع بعدين شو سوي هنانا مثل ورق العنب مثل ورق العنب سوي هيتش مثل ورق العنب سوي هيتش بعدين لفها لفها غاتي لفها صفوطة وخلي هنانا لفها حتى تكون عندك كرالات حلوة خفيفة تمام وجميلة خليها بهذا الشكل يا السلام خليها بهذا الشكل يقول لك الطبخ يعني صعب العكس طبخ جدا بسيط بس شنو تكنيك تكنيكك سريع امورك طيبة تكنيكك مو سريع امورك كلش مو طيبة سهل وبسيط والسريع وسلس والصحي تمام خلي هذي هم نفس الشي طبعا أنا مجهز مجهز قبلها بوقت عندي هذه جاهزات خلي هنانا قروب خلي هنانا قروب واخلي هنانا قروب تمام دهن صعب نيجي انضيف الدهن على الوجه بهذا الشكل واشويها بالفرن درج حرارة الفرن سيكون تقريبا 185 الوقت تشقد الوقت تقريبا 10 دقائق 10 دقائق كلش كافي نقول لها باي باي بعدين من تطلع تخلو لها الشيرة بربا شاطر اعظم ساحر تكون عندك جاهزة اي شون جاهزناها احنا تجهز باشياء بسيطة سريعة وايضا سهلة ما اخذت من عندك وقت نجي نبلش نقطع واحدة واحدة تشوفون الجبن اللي بيها يا سلام ناخذها شوف 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 هذه الرولات شربناها شيرة ترستها شيرة مو شربتها شيرة خفيفة سهلة وسريعة كل شوارع تحبوها هاي اللي يحب زنود الست رح يحبها رح اصفطها هنا شوف هذي شوف شوف هذا اموت علي هذي لتكون بالوسط يا السلام يا السلام بالجبن يا برنس بالجبن يا برنس بالجبن ممكن تخلونا الجبن بالقشطة يا برنس عفوا حنا خلينا قشطة ما خلينا جبن بالقشطة يا برنس دلحة في استقعال حالة بعفوا بالوجه او ممكن نخلي هنا شوية تتجوز ويكون عندك الطبق جاهز بهذا الصورة مشاهدين الاحبة عدي نصيحة لكن قبل هنا ناخذ بريك وراجعين مع الف عافية تعزيز الادراك وايضا مفيد جدا للدورة الدموية وايضا هنا للهضم وكذلك للي يعاني من الربو وايضا التنفس طبعا هنا أيضا علاج مهم جدا لأيضا تعزيز الادراك وايضا هنا يكون في عندك المناعة او تعزيز المناعة هنا اللي هو الدارسين عواد الدارسين شو رح حافظ عليها طبعا بطريقة بسيطة كل شو اول شي اجيب سليفون هنا واجيب طحين طحين شون خلدون اي نعم طحين بعد يكون عندك الطحين كامل بهذا الشكل رح اجيب الاعواد اخليها بالوسط وسط الطحين بهذا الشكل خليها بوسط الطحين حتى نحافظ العطريات اللي بيها تمام ايضا ويخفف هذا من الام الطمث ايضا لذلك مهم جدا مهم جدا اعواد الدارسين لاستنشاق للريحة اخلينا شنو اخلي هنا سليفون واغلقه فيكون عندك بهذا الشكل بهذا الطريقة هذي اقدر احافظ على الدارسين وما يفقد لا قيمة الغذائية مات ولا ايضا يكون العطريات بنهاية هذه الحلقة احبت المشاهدين اتمنى العطباق عجبتكم اشوفكم ان شاء الله على خير بأكلات وطبخات جديدة مننا نشيف خلدون من الف عافية اقول لكم باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة